صح 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 ماردنا آه الام المتسلطة فيه يعني شوفوا الجنة دائما تحت اقدام الامهات والام شو ما عملت بتظلها ام ولكن احنا رسالتنا اليوم مش للابناء انهم ينتقدوا امهاتهم اذا كانت امهم متسلطة احنا رسالتنا للام نفسها اللي عم تسمعنا او للسيدة نفسها اللي عم تسمعنا او للبنة اللي هلأ اتجوزت جديد ولسه ما عندها ولاد بس عندها بوادر التسلط واضحة بدنا نحكي عن تأثير الام المتسلطة على البيت تأثيرها على الولاد تأثيرها على شخصياتهم تأثيرها على زوجها وقديش ممكن انه هي تكون عم تهدم اكتر ما هي عم تبني بعلم النفس قالولك يا رهف انه الام هي اللي بتصنع البيت وهي اللي بتصنع الجيل اذا كانت هاي الام متسلطة نضوج ابنائها يتوقف مع عمر معين بيصيروا بس يكبروا حجما ولكن عقله يبقى محصور في منطقة معينة لاتسواي هو لما يكون عمره 45 سنة وام تقوله شو هالبدل اللابسها اللي بتخزي هو من جوة بتدايق وبنجرح وممكن يصير عنده كآبة بهذاك اليوم هذا هو تأثير الام فيعني انا هاي الام المتسلطة الصراحة بحيث انه ما بدي اجردها من امومتها ما بحق اللي اجرد اي ام من امومتها ولكن اللي بدي اقوله بانه ولادك هدول انت اللي بتشكليهم انت اللي بتطلعيهم على الحال اللي رح يكونوا عليه بعد 30 و40 سنة فكوني منصفة بحق ابنائك انت كأم انت بتشكلي شخصيتهم هذا اشي اكيد واحنا كلنا موافقين عليه ولكن في نقطة كتير مهمة انه هذا برضو الابن له كيان وإلو رأي وإلو صوت فهو بالنهاية انت بتوجهيه انت ممكن انك ياخد رأيك بموضوع حتى وهو طفل يعني ربنا لما بخلقنا هو مش معناته انه طفل معناته ما بفهم أو معناته هو اذا راح للمدرسة وتعامل مع الولاد هو بعرفش يتعامل يعني في بعض الامهات بحسسوك انه هذا الولاد زي المعجونة خام هو مضبوط خام من ناحية الصفات ويمكن خام من ناحية المفردات واللغة بس هو عنده شخصية وعنده كيان يعني أنا بسمع كتير قصص نادية بتحكيليها عن زيد هو هيك الولد يعني إله شخصيته إله شخصيته وبسمع مثلا من أهلي ومن أهلك إنه إحنا كمان لما نولدنا كنا عندنا شخصيات ليه الإخوان مش زي بعض الله عليك فهو بالنهاية يعني انت ما بدك تعيشي حياته انت دورك تكوني أمه تحبيه تحني عليه توجيه من أسليب التربية السليمة لأولادنا إنه نعلمهم كيف يعبروا عن مشاعرهم أكثر من التعبير عن أفكارهم صح لأنه للأسف إحنا بس محصورين إذا ما نخليهم يعبروا في حال يعني حق التعبير موجود بالبيت نخليهم يعبروا عن أفكارهم مش عن مشاعرهم للأسف في بعض الأمهات ما بيحترموا مشاعر أبنائهم مش بس ما بيخلوهم يعبروا عنهم بستخفوا فيه إذا حزن إذا زعل بتحسسوا إنه إنت زلمة إنت بتبكي يعني مرة صار موقف قدامي ولد بكي بعزى جدته طيب طبيعي الأم بتناجيه وهي مفرية بتقول له تعال ولا بقولها شو طبعا هي جايبته على خمس بنات ولاك بتبكي ولاك الدموع للنسوان ولاك أنت بتبكي شوف شو قالت له اسمع لما أنا أموت ما بدياك تنزل دمعة الزلام بزعل وما ببكو يا مه أنت فاهم الموقف قديش آسي طبعا هي ما احترمت مشاعره كيف بده يحبها الأم المتسلطة بتأثر كتير على شخصية الذكر أكتر من شخصية الأنفاء أنت بتعرفوا أنه بعض الناس وعن منشوف للأسف في بعض الرجال اللي أنت ما بتحسي تحسي ميوله غريبة بتحسي اهتماماته غريبة بتحسي أنه هو يعني لا يشبه الرجال بتعرفي أنه بالمعظم معظم الدراسات بتكون الأم متسلطة جدا معرفة تلعب دور الأب بتلعب دور الأب فالولد بصير عنده لخبطة بالهوية اللي هو مش فاهم مين الزلم ومين الست ومين اللي كلمتها ماشية ومين بتعصب وهذا الإشي ما تقوله مش موجود بمجتمعاتنا إحنا منشوف كتير علاقات زوجية بيكون الأب فيها هو قاعد يعني ساكت أكيد هو مش عاجبه بس خلص بده يحافظ على هاي المنظومة الأسرية ويكمل بها الحياة بس عشان هيك إحنا منقول إنه إذا أنت بدك تجيب ولد لها الدنيا بدك تكون قده بدك تكون قد هاي المسئولية هاي مسئولية كتير كبيرة تخيلي هلا أنا بعرف أنه ممكن يكون في غيرة بين الأم وبناتها مزبوط بس هل شاهدتي موقف يارها فيها صوالحة بكل التلاتين سنة اللي عشتيهم الله يطول عمرك تسلمين الله خليكي ست بتغار إذا بنتها أعدت جنب جوزها بتأومها وبتقولها أومي أنا بدي أعد يعني بتغار من بنتها أبوها أعدت جنب أبوها البنت وبتدلع فيه أومي أنا بدي أعد فيه يعني ست أنه مرتاحة ماديا وأرملة عندها بنات فهي مثلا إفرضي عندها إطعى إطعى الدهب عندها مثلا جزدان عندها إشي غالي قطحة ثمينة مثلا بنتها تكون بدها تطلع مع خطيبها فأنه ماما بصير البس من عندك هذا الجزدان أبتقبل أنه ماما بتقبل طب كيف يعني مثلا أنا بحس أنه ولا إشي عند ماما أنا ما بقدر أستعمله طبعا يا بي أمي أبي بي بصير والعكس يعني عرفت كيف فما بفهم كيف بعض السيدات هي حقيقة يعني قصدي وبرات كبار هدول مش بنت صغيرة تقولي مثلا ما بسي تستعملي أغراضي بتخربي لي إياهم لا مش هيك بس في نفسيات غريبة أنا ما بفهمها لا ولا أنا مرة ست حكتنا وإحنا على راديو روتانا عم بتقولنا عن طبيعة علاقتها ببنتها فبتقول إنه هي بتغار من بنتها فبنقولها بس مدام يعني ما بسير أنت كمان هاي بنتك شو بتغاري منها أيام ما كنا عائلين فبتقول هي بأنه آه بتقول إنه بتقول إنه مرة صار موقف هيك أمامها وفعلا الموقف يعني مستفزنا معا ما هاي البنت شو صار فيها قاعدة الأم والأب والبنت بالليفنجروم حلو بتقوم البنت تقعد بحضن الأب وبتصير تدلعه فبتقول الأم أنا لهون ماشي بنته يعني بالنهاية شو بدي أدقر لها فبتقول له بابا حبيبي إنت إم تبدأك تتجوز آه فبتقول أنا بوزمت إنه شو شو بدي تجوز فقالها كيف بابا حبيبي أتجوز ما هي ماما شوفي ما أحلاها وكذا قالت لا الصراحة بطلع لها كتير أحلى من هيك قدية عمرها كان لبنتها ما بعرف ما بعرف فأنا شعوريا أنا إذا بصير في الموقف بخبصها يعني أم وأمومة وماشي وكذا بس إنه شو هالموقفها شوفي بعض الدراسات اللي بتقول أيضا للأبناء كيف يتعاملوا مع أمهاتهم المتسلطات هلأ مثلا فيه لنفرض الولد ربي كطفل إنه أمه متسلطة لما يكبر ويصير واعي ويصير عنده نضج أكتر بقدر إنه يتعامل معها بطريقة معينة هلأ الأم المتسلطة هي أم فهي بتحبك وبتخاف عليك وبتحبك وبتخاف عليك وبدها مصلحتك بالحد اللي هي بتعرفه يعني هي مش قاصدة إنها تسيء لأولادها هي هاي شخصيتها أنت مثلا كابنت افرضي أمك طلبت منك أو أمرت عليك أمر معين أو قالت لك يا نادية هيك بدو يصير مش هيك مثلا بهاي الطريقة بدك تجوزي مش بهاي الطريقة دائما بقول لك عشان ما تعملي مثلا مشاكل وما يصير فيه كونفلكت بالعيلة لازم ضروري جدا تعبلي لوالدتك عن حبك إلها بمعنى آه صح إنه أنا ماما كتير بحبك شفتها هاي بس اسمحيلي داب عليك إنه أنا مش شايفة إنه هذا هو القرار الصح بوضعي داب بس لازم تستبقي كل رفض بكمية مدح وثناء لهاي الأم عشان شوي تخففي من وطقة الأمور يعني هو كمان الواحد مش دائما الأهلهم اللي بستوعبوا لولاد كمان لولاد مرات بستوعبوا أهليهم بمواقف عديدة آه ذكرها إنك بتحبها بس قلها أنا مثلا ما بدي أتناقش معك به أيو هاي من أسس التعامل مع الآباء والأمهات وبعدين كمان يعني فيه هيك رسالة موجهة إلى كل أم ما بنقول عنك متسلطة شديدة شوي مع ولادك فيه فرق بين الالتزام والاستسلام لازم ولادك كون عندهم الديسبلان بس بنفس الوقت مش لازم يكونوا مستسلمين لقراراتك لأنه زي ما قالت راه في بداية الحلقة هم كيان مستقل أنا بحس أكتر كلمة نحفرها بقاموس أبنائنا من أول ما ينولده حاضر هاي الكلمة إلها جوانب سيئة حاضر بتحس الولد زي الروبوت زي الرجل الآلي مش فاهم طبعا مصفاهم أنت بدك تخليه تمثال تعلق عليه أحلامك وطموحاتك والإشي اللي أنت ما قدرت تعمليه هذا بده يعمله وكذا فيه إشي يعني مشهد إنساني أنا بعتبره رجل أمه كانت متسلطة على زوجته أمه كانت متسلطة أوكي فترك مرته ليش؟ طبعا لأنه بقول لك بر الوالدين وهي بضل أمي فسأل صاحبه قال له إذا خيرتك والدتك ما بينها وما بين زوجتك فمن تختار؟ صاحبه جاوبه قال له أختار الحق صح صح برافو صح الصح صح سرآ صح سير ماردنا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اشتركوا في القناة